أعودنا لضيفي في الاستوديو دكتور الحسن كيف شهدت ردة الفعل الهندية بالتحديد على هذه الإساءة؟ هذه العداد الضخمة في البلاد خرجت؟ الحقيقة يعني هذه الانتفاضة يعني منذ مدة طويلة لم يتحد المسلمون في الهند على شيء كاتحادهم هذه المرة على هذه القضية والظاهر أنه وكما تفضل الدكتور شعيب أن القضية تتمس دينهم يعني في الأيام الماضية كان البعض يقول يعني بعض الناس مسوا في بعض القضايا في أموالهم في أملاكهم نحن لا نعاني مما يعانون منه فلا نحتاج تعرف يعني يحدث هذا في كثير من البلدان لكن عندما ينالوا من الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم يعني ينبغي للمسلمين جميعا أن ينتفضوا أنا حقيقة الغربيون عندهم منطق الغربيون عندهم منطق إذا انتفضوا فإنهم يدمرون ويكسرون ويحطمون فإذا قلت لهم هذه أملاك الشعب لماذا تدمرون يقولون إن الدول لا تفهموا معنا لانتفاضتنا إلا بهذا لأن مؤسسات التأمينات ستدفع هذه الأموال كلها فالعدو إذا لم يمس العدو إذا لم يمس في حياته في تجارته في أملاكه فإنه لا يبالي بك لا يبالي بك فلذلك يعني أنا يعني الذي أريد أن أوصي له أن أن هؤلاء الأعداء إذا لم يشعروا بالخطر عليهم فإنهم لن يغيروا شيئا هو الآن يدمرون بيوت المنتفضين ويقتلونهم بدم بارد أو لا يشعرون شيئا لا أصلا العالم كله لا يبالي يعني العالم سب أو انتهى ماكرون انتهى كحرمة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حدث له أو إذا يمشي ويأتي ولا يكلم أحد ثم هم الغرب إذا جاءت القضية إليه هو فإنه ينتهك جميع الحرمات في سبيل قضيته يعني أوكرانيا أكبر مثال أوكرانيا جند لها الكبار والصغار ودخل فيها النساء والرجال وعندما أسروا الروس قتلوا وقطعوا وفعلوا ما لا يفعله الإنسان في أسيره وما لا تتفق عليه القوانين الدولية إذا جاءت الأمور إليهم فإنهم لا يبالون بشرع ولا بقانون يعني مشكلة لا أدري ماذا أقول ترجمة نانسي قنقر